قلنا على أي أساد بتطلع الرخص اللي الناس بتشارك بها في أفريقيا وما إنهم النادي الأهلي إذا كان فيه حكام مع النادي الأهلي واجبت النفذ فلتنفذ ولا ما ياخدش الرخص إنما اتعامل مع الجميع بنفس اتعامل مع الكرة المصرية بما يليق لها من احترام من بشر العالم كلنا ماشي صح وناس عمالة نرضى دوري سعودة طموح وينافس الدوري الإنجليزي والدوريات هناك منضبطة وفقا للنظام الاتحاد وبي يمتقدون في إعلامهم وإحنا مش راضيين نقرب من التطبيق القصص اللي بيطلب بيها الاتحاد الدولي فرصة يا عم كلنا مستقيم ده النهاردة فيه بيان من المغرب سواء كان بقى لا بيان صحيح ناد الوداد زعلان من التحكيم المصري في الدولة العربية ايا كان أنا ما حضرتش الوقاعة ما عارفت إيه اللي مزعلهم يعني على طرد اللعب على التحكيم على الصفارة بشكل عام اللي شايفهم أنها أساءت إليهم يطلع بيان من الاتحاد العربي يقول أن التحكيم كان سليم أنا هقرهولك دلوقتي يا باشواندس لأن الحياة كان جماعة الكابت المحمود البنة على رأس طاقم الحكام اللي أدار مباراة بطل قطر الوداد البيضاء المغربي مع ساد أنا هقرأه لك ودلوقتي حالا بلغ بخصوص ده بلغ من نادي الوداد بلغ بخصوص المهزلة التحكمية لمباراة نادي الوداد الرياضي وساد القطر انتهت صفر صفر بالمناسبة نستنكر أو تستنكر كل مكونات نادي الوداد الرياضي أداء طاقم تحكيم المباراة المباراة التي جمعته اليوم الخميس بنادي الساد القطري برسم الجولة الأولى من دور كأس الملك سلمان للأندياء الأبطال ويسجل النادي أنه حل بالديار السعودية هذه الأرض المقدسة للمشاركة في مسابقة يجب أن يطبعها التنافس الشريف وتكافؤ الفرص وليس أن تنتهك أو تنتهك حرمة اللعبة من طرف الحكم المصري البنة خاصة وأن الكاس تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتتساءل مكونات نادي الوداد الرياضي حول ما إذا سيستمر الأداء التحكيمي بنفس المستوى الهزيل الذي تبعته الجماهير خلال افتتاح المسابقة كلمة أن يصف مستوى التحكيم هذه المباراة بالمستوى التحكيم الهزيل دي قاسية جداً ولطمة على وجه التحكيم المصري هل عندهم حق؟ هم شافون عندهم حق ليه؟ إزواجية المعايير يا أستاذ إبراهيم أن تعاقب على واقع بالطرد وتتجهلها سواء محلياً هنا أو هناك في هذه المباراة أنا ما شاهدتش إذا كان فيه واقع ممثلة لم يتم تطبيق المعايير عليه ولكن شفنا أن الواقع بتاعة الطرد دي حصلت هنا في آخر ماتش حكمه تقم تحكيم المصري ده بالذات حصلت الواقع دي قدامهم وما ما حصلش طرد بتحصل كتير تطرد في نفس المباراة لاعب ولا تطبق على اللعب الآخر ودائماً نتيجة المباراة أو ظروف المباراة أو التوجه المباراة بيحكم السفارة هذه السمعة أضرب بالحكم المصري خليكم بتحبوا نفسكم أكتر من أي حد النهاردة لما بيطلع عشان إحنا مش واخدين موقف من حد مين أكتر واحد هاجي مننا مش محمد معروف لما بيطلع يحكم مباراة معقولة في إطار الأخطاء المقبولة أو الغير متكررة أو لا تشعر بالعمدية فيها بنقوله كويس كتر خيرك والراجل بيحاول يصلح يا رب يستمر على هذا النهار عايزين حكام كويسي هو إحنا عايزين حكامنا ما يبقوش أحسن حكام في القارة وده منظر منظر إن الكورة المصريمة بلقاش حكام في البطولات الأفريقية مش الدولية المهمة لكن نبتدي نتضايق إذا ما تضايقناش من نفسنا مش هنصلح يا جماعة مين اللي قال حبه نفسوك وحد من التحكيم حب نفسك سامير عصمان آه ده على فكرة سامير عصمان نصح بيها أكتر من واحد يقولي حب نفسك أكتر ده أتذكر بحسن محمد معروف تحديث